قد ان محمد رسول الله قال له نعم اعاد عنه مرة ثانية اتشهد اني رسول الله قال له ما اسمع سيشن ما اسمع قال ها ما اسمع الوحيد سمعه ان يسمع ما لا يباه الله كنت سمعه فهي انسان هذا مقاب مقاب خبطوا سمعه ان يسمع ما لا يباه الله قال له اتشهد ان محمد رسول الله قال له نعم ثلاث مرة في عيد عليه والجواب هذا اذا اذا يسوي صارتوا وكذا قالوا اوقدوا النار يا ابو النار فرؤوا حتى يطرؤوا انه هو هذا الاسود رسول. اتوا بالنار واجدوا نار او ادوا نار كبير يعني. وحفرت افراء الاخرى والقوم فيها. واذا به لا احرقته ولا اطرتك شيء. وصارت عليه برده السلام. فخرج منها سالما. ايه ده يسوي معه? عادوله جماعته الاسود العرسي. عادوله هذا لازم طالهم بل بكت. لازم بقيته. يجب انك جماعتك. يعني بدي لعايته فيه. معناه يجب انك عن جرسات. طالوا طالوا في الجرس. وهو بدي اعرضه عن سيدة محبسة. فاخرجه من اليمن غا حرك فراحلته وجائلة مدينة مدينة. وكان عليه الصلاة والسلام قد توفي منذ ايام قليلة. وانتصد للخلافة ابو بكر سيدة ابو بكر الصديق رضي الله عنه. فجاء المسجد النبوي وربط راحلته عند باب المسجد ودخل والتزم عمود عمودة عنه. وصار يصلي تحيط المسجد. هو واقع المصلي سيدة عمر كان في المسجد جالس. نصى فيك نظرة سيدة عمر. سيدة عمر صاحب فراسي ونور من الله. وقد سمع ان واحدا من المسلمين تعرض للنار وما صاحبت النار. سيدة عمر سيدة عمر فيها الرجل المصلي. وقع في نفسه ان هذا هو الرجل. هذا الرجل اللي كان في اليمن ورابطا محرم. محطرة. فلما صلى جاء اليه سيدة عمر قال ممن الرجل؟ اي بلد؟ قال من أنت الذي اراد الاسود ان يحرقك وما استطاع. هذا مبدل شرحانه. قال ذاك يا عبدالله من الثوة. هو اسمه عبدالله من الثوة. هو. اي ذاك يعني يعني يرابي روي بغير كأنه غيره. قال له اناشلك الله. انت هو؟ قول. ننسوا ان يعني ايش. قال انت هو؟ قال نعم. فبكى عمر رضي الله. واخذه الى سيد ابقى الصديق. واجلسه بينه بين الصديق رضي الله عنه. وقال احكي لن تصبح حكاها. فقام الحمد لله الذي لن يمتني حتى اراني في امة محمد صلى الله عليه وسلم من هو على قدم الخليل عليه الصلاة والسلام. اي اكرره الله وهكذا ولجاه من النار. كما اكرر سيد ابراهيم عليه الصلاة والسلام. اذا يا انسان لا. وما تحرق. اشل هو نعم؟ لان الذي طبع فيها الحرامة هو يطبع فيها الفرودة. طبيعة ذاتية ما فيه. مؤسر ذات ما فيه المؤسر هو الله. هو يحرق بالنار ان اراد. وان اراد لا. ان اراد هو جل وعلا. وهكذا يغرق بالماء ان ارادوا الا لا. الماء مبعرق من ذاته. الفعال هو الله. ان اراد اعطى الشيئة واخرج من شيء ضده. فما لجي اشياء طبيعة ذاتية. المؤسر بها هو الله. ما هو يحيي بالماء؟ قال فاحياتيهم اعضب على موتها. الماء لا يحييه. الماء لا يحييه. الماء بالماء. فلذلك احييه به. اذا المل الذي احييه هو الله. لكن احييه بالماء فالمأسما. فان شاء اعمله الله فاحيي به. وان شاء اعطله ما اعمل. ان شاء اعطله ما احيي به بل اماته اشياء اشياء. فهو المؤسر الفعال. ولذلك الحجر والصخر. الحجر والصخر. هل فيه طبيعة التوال بالحيوان؟ لا ما يفهم. الحيوان قلق الله فيه طبيعة ان يرده له الحيوان الاخر في اذنه ان اراد. هو ان لا بجعله اي طبيعة من هالشيء والنفس. اذا من الذي يجعل الشيء من هالشيء وما في طبيعة ذاتية. وانما نؤثر هو الله الله الله. هذه الصخرة التي فرضوا من سيدنا صالح قوم سيدنا صالح. يعني قوم سموت اللي الله ارسل فيهم سيدنا صالح. قالوا له بعد الجدال والعناد والجخود. مجادلهم وافحمهم بالحجر العقلية والبينات. كما هم عروف. جاء ترسل بالبينات. ما صدقوا. عناد. قالوا له من باب المعاجزة. اذا كنت انت يا صالح رسول اخرجي النا ناعة من بطن هالصخرة. جاءوا لها صخرة صناء كبير ايه 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 ارسل انه من هاتفة مصخرة طالعنا ناعة. ناعة حيوان مطن صخرة اصر. انه اجرى انه هذا ما مبضل عليه. هذا شغل يعني مفروغ. لانه صخرة ما بعت الحيوان شون؟ شون بعت الحيوان. فباب المعاجزة طلبوا. لكن ما بيعرفوا ان المعجزات في يد الله. والقابل الفعال هو الله. صنوا طلبوا قابل مستحيل انهم بجاوكم. نعم. لكن امنوا. على شرط امنوا. عطوا عادي امنوا. واذا يجتمع كلهم. جمعوا. وانترجى هذا الدعاء الى الله. دعا الله. طالعنا بطل الصخرة ناعة. وناعة ايضا كبلة وشرائعة. من بطل الصخرة بالصمنة ناقة وشراء. ايه? على الاساس. فتوجه الى الله وهم ينظرون. فانهم شغلوا بستحيلة. واذا بالصخرة تتمود كالمرأة التي فلدوا اخذ الوضع. شلون? خارج ايه? تتلوى. شيء ما شيء طلعت الناعة. خارجت الناقة على رجليها وفي بطلها ايضا نحقة تامن. لكن من الزكور يعني. خاصة. فهكذا فصيل. فولدت هذه الناقة ولدت ولدت. ومشى على رجليها. ومشى معها يعني. وهي تمشي. امن من امن. ومقي اهل الجحود والعلاد على حالها. ايه? قالوا هذا السحر. هاللي قرأوا السحر. هن راهوا على النار ودبحوا. لك سحر شديد وهم عنه. سحر خيالي عنه. يطيب شان شكتوا ودبحتوا. شان شكتوا ودبحتوا. كما يسعوا هذا? فهم يكذبوا حالا بحالهم. وهذا شأن المعارض نسأل الله العافية. يعرف الحق ولا يعتقد. ويرى الحق ولا يقول ما رأيت. هذا شأن العناد. ولذلك جاءت الرسل بالبينات. جاءت وضح. بيّن عقلا نقل ان واقع فصلة البيان واضح. فبعد البيانات والبينات والإضاحات قامت الحجة على المخالف. فاذا اخذ المخالف بالعذاب اخذ بحق يأسه. وهكذا افكر. ناقص. صخر صماء تخرج ناقص. ايش المناسب والطبع بين هيوين. كيف هذا? اذا ما في شيء اسمه طبيعة ذاتية. الطابع والطبيعة والمؤثر فعل هو الله. هذا الله يا انسان. له ما في السماوات وما في الارض. من ذا الذي يشفع عنده الا بابنه. ليس لله شركاء. طيب هل له عنده شفعاء? قال عنده شفعاء بازنه. ها من المناسبة بين الايات. شركاء ماشي. طيب شفعاء اشفعوا? قال نعم. شفعاء لكن ان ازن لهم شفعوا. وان لا ما حد اتقدم للشفاع. يعني ما حد بني ارادة على الله. ها يعني. واحد اتقدم الشفاعة بدون اذن ما فيه. انما يأذن الله فيريد ان يرحم عباده. فيأذن للمقربين من رسله انبيائه اولياء يشفعوه. وملائكات كبيرة اخر. فمن هو اول الشفاعاء الذي اذن الله. فالذي يشفع عنده الا بابنه افتد الشفاعة لكن بازن الله. من هو اول من يزله. قال هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. او جهد وجهاء عند الله. واكرم الكرماء على الله. واحد احباب الله الى الله. هذا حقا هو يمتغي ان يتقدم للشفاعة. وهو المأزوزة. ثم يأتيهم معلومة بقية الرسل والانبياء 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 والى الاخرين. لهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو يفتح باب الشفاعة. قال عليه الصلاة والسلام. انا اول الناس اذا ضعثوا اي من القبض. وانا اول خطيبهم اذا وفلوا على الله. يقوم خطيبا فيهم. وانا اول شافع واول مشفع. اول شافع يتقدم للشفاعة. واول من يأذن الله له بالشفاعة ويقبل شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتقدم للشفاعة. ويأذن الله له ذا لغيره. اول اذا سيدنا محمد غير مصد انت. لا ملك ولا نبي ولا رسول ولا ولي ولا جبريل ولا ولا ولا. انما حتى يتقدم سيدنا رسول الله الله صلى الله عليه وسلم. في اهل الموقف شفاع العظمة. وثم له شفاعات. له شفاعات. شفاع في اتباعه ان يرفع الله مقاماته في الجنة. اللهم اجعلنا منهم. شفاع المزنبين من امته. المزنبين من امته. فمنهم من يشفع به ان لا يعزبه الله. بل يرفع له ويدخده الجنة. ومنهم من هو عنده اشياء واشياء. فيدخل النار بزنوبه ومعاصيه. ثم بعد ان تمضي عليه مدة. مدة. وهو قبل ما ان تمضي عليه المدة المستحق عليه. يأذن الله برسوله ان يشتع. ما يشتعوا في اهل الكبائر في النار. يخريهم على طبقات مراتب. فرج اول فرج تاني فرج تاني يأسا. على مراتب. هؤلاء الذين حقت عليهم كلمة العزاب. بسبب معاصيهم. هم على مراتب حسب ظلومهم. في من الكبائر من يدخل العزاب ابدا. رأسان الى الجنة بالشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. هي قاعد ايش هيك وهي قد يبقى هي راجعة لحكم الهية. وحسب العمل. وحسب الحال. وحسب المعاصي. وحسب وحسب الاخرية. القضية هي حكمة يا انسان. الله عليه الحكيم. فالذلك جاء في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام. شفاعة الاهل الكبائر من امتي. فمنهم من يدخل العزاب. ومنهم من يدخل. يتحق العزاب بخل العزاب. ثم اخرج شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال هذول العصات لما يدخلوا يجهنم. العصات المسلمون يدخلوا يجهنم. يعني بتعزموا. قلوا بتعزموا كيف؟ عزموا. قال لا هذول يعني كده يدخلوا له لكن. قلوا لا بتعزم. ليه عزاب. عزاب اللي تبصى الواحدهم بيحترق. بيصيد كلف حمي. يكن وارد يا انسان. لا تدورا. لكن تحسسهم بالعزاب. ما هو كنت تحسس الكفار بالعزاب. عزاب العصات من المسلمين. اخف من عذاب الكفار. يا هدين رب العالمين. معلوم هذاك كافر يا انسان هذاك الكافر كافر عذابه الشديد وكل تحصص العذاب زراته كلها تتحصص والنار تصل الى قلبه ناس انظار العافل انها تطلع على الافلدات على افلد الكفار يصل النار الى تميره قلبه جوه جوه بحر قلبه ناس انظار العافل اما المسلم النار لا تصل الى قلبه لان قلبه عامل بلا الى اختطاب محمد رسول الله اي خصاني ايه لا يا انسان عليك بفرد لكن ان اجلة الشلوط ما الشلوط طيب تهدي في جهنة مشال ايش اطلق الى الله يا انسان ما بدك عزام لا عزام العصار ولا زال العصار الشارك كمان في اصعوبة قال عليه الصلاة والسلام يا بل صاحب وسلم